ألم بكم في الحلقة الماضية طاحنا أسئلة بخصوص نظرية المصادر وتطبيقها على القرآن والسؤال الأول هل حصل تغيير أو تبديل لآيات قرآنية في عهد محمد والصحابة؟ فقلنا الجواب نجده بصراحة في صورة النحل وإذا بدنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون الآية 101 وقلنا أي الآية أنها مكية تنتمي لفترة الضعف والاضطهاد وفي العصر المدني عصر الحكم والتمكن نجد هناك إشارة لهذا التغيير في صورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الآية 106 والنسخ كما قلنا ليس فقط معناه التغيير والتبديل بل كذلك التدوين تدوين النسخ وهي بداية حقيقية لتدوين القرآن فالآيات التي تقول لا تبديل لكلمة الله في صورة يونس والأنعام والكهف ليس بمعنى كلمات آيات القرآن وإنما بمعنى وعد الله لخلقه كدخول أبرار للجنة والأشرار للنار وكذلك بمعنى سنة الخلق كما جاء في صورة الروم لا تبديل لخلق الله الآية 30 وفي صورة الفتح ولن تجد لسنة الله تبديل لكن الآيات يمكن تبديلها وإلا يكون هناك تناقض بين الراسخ والمتحرك فالآيات التي يمكن تبديلها أي الآيات المتحركة هي التي تولد من البيئة التي تحيط بصاحب النص بمعنى القصص والأمثلة من الواقع الذي يعيشه المبشر والندير كمحمد تؤدي رسالة الوعد والإرشاد كقصة أهل الكهف في تيت أفاسوس الموجودة بقوة في التقافة السوريانية قبل الإسلام كما قلنا ثم الآيات الراسخة التي تتحدث عن الخلق ووعد الله وكلها موجودة من أم الكتاب أي الكتب المقدسة السابقة ولهذا جاء في صورة العمران إشارة للآيات الراسخة والمتحركة في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات الآية 7 والإنزال ليس بمعنى النزول من فوق إلى تحت وإنما التسخير كالميزان على سبيل المثال والحديد تقول الآية لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الآية 25 فالآيات المتحركة يعترف بها خصوم محمد من يهود ونصارى وغيرهم كالوتنيين الذين يقولون عنها أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة سورة الفرقان الآية 5 من أين لمحمد بهذه القصص؟ إن لم تكن حسب رأيهم تملى عليه بكرة وأصيلة فهذا اتهام خطير من قومه بتلقي آيات تملى عليه من قوم آخرين تقول آية التي قبلها أعانه عليه قوم آخرون وهي إشارة لمصادر القرآن وآياته القابلة للتغيير والتبديل بحسب المستجدات كما رأينا في سورة النحل الآية 101 فبعد تبديل وتغيير الآيات من قبل صاحب النص نفسه أو القوم الآخرين الذين يقولون والله أعلم بما ينزل في نفس الآية فهل نكر محمد وجود التلقين والتعليم من قوم آخرين؟ الجواب لا حيث جاء في الآية 103 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ونعلم هنا تعود على صاحب النص الذي قال في الآية السابقة والله أعلم بما ينزل فالاعتراف صريح حيث يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لكن الميزة في هذا القرآن أنه بلسان عربي مبين أي واضح ومفهوم للعرب لا يحتاج لترجمة من لغة أجنبية طيب هل هناك نص أو آية بلغة أعجمية نقلها القرآن كآية متحركة؟ وهنا الدخول مباشرة في صلب نظرية المصادر حيث جاء في الأناجيل الثانية متى مرقص ولغة عن مثل الغني متى 19-24 لغة 18-25 مرقص 10-25 فالآية بلغة اليونانية تعني سهل على الجمل أن يلجى عين الإبرة من أن يدخل الغني ملكوت الله جاءت في صورة الأعراف ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سمي الخياطي الآية 40 ففي الإنجيل الرباعي ديتاستارون الإصحاح 29 سهل على الجمل أن يلجى سمي الخياط من أن يدخل الغني ملكوت الله وفي مخطوطة الفاتيكان AR-13 رقعة 32 لدخول الجمل في سمي الخياط أيسر من دخول الغني ملكوت الله هناك من سوف يعترض ويقول يا أستاذ هذا مثل يمكن استعارته في النص والحديث أصلا عن الغني وليس على المجرمين كما جاء في الآية القرآنية نعم يمكن استعارة كمثال للتعبير لكن أن تجد تعبيرا حرفيا في القرآن يتفرد به إنجيل يحنى بالمقارنة مع أي كتاب أو بشارة أو نص أدبي فهذا مما لا شك أنه اقتبسه من هذا الإنجيل حيث جاء 23 مرة عبارة في يحنى مثلا في يحنى 3 ثلاثة الحق والحق أقول تجدها في سورة صاد الآية 84 قال فالحق والحق أقول اقتباس حرفي نقدم مثلا آخر من قصة لوط في التوراة سفر التكوين ونلاحظ التغييرات أو الاختلافات في الإصحاح التسعتاش تجد في القرآن مقطعا يتحدث عن لوط في آيات من سورة الأعراف من الآية 80 إلى 84 والنمل من 54 إلى 58 تقول الآية وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ يقابله وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقكم بها من أحد من العالم الآية 80 ثم الآية 81 يقابلها 55 82 يقابلها 56 ثم 83 يقابلها 54 وأخيراً 84 يقابلها 58 قارنوا بين هذين الآيات لترى بنفسك الفرق ثم نكمل حديث في الحلقة القادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر